الدكتور محمد الرشيد رحمه الله تشرفت بالعمل معه كمستشار في أول ما تعين كوزير في عام 1400 نهاية 1416 بداية 1417 هذا الرجل رحمه الله كان قمة في الأخلاق وقمة في التوابع وقمة بالفكر التربوي العميق فالفترة التي قضيتها معه حوالي خمس سنوات جزء منها متفرق بالكامل وجزء منها متفرق كانت لها أثر إيجابي عليه في حياتي وأشكر الله سبحانه وتعالى الذي منع لي بالتعرف على الدكتور محمد الرشيد الشخصية الثانية التي تأثرت بها في حياتي الدكتور غازي الكسيبي عندما عملت كنائب محافظ للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنا انتقلت للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من جامعة الملك فهد البترول والمعادن فوجدت هناك فرق كبير في الثقافة المؤسسية بين الجامعة وبين المؤسسة عندما كنت أستاذ أو عضو هيئة تدريس في الجامعة وقبلها عندما كنت طالب كنا نفتخر بالانتساب إلى الجامعة نفتخر نشعر أن الجامعة مبعث فخر بالنسبة لنا ونفتخر بالعمل الذي نقوم به ولا يمكن لإنسان أن ينجح إذا لم يفتخر بما يقوم به من عمل عندما انتقلت إلى المؤسسة عامة للتدريب التقني والمهني كنائب للمحافظ وجدت أن الثقافة سلبية أن كثير من منسوب المؤسسة لا يفتخر بالانتساب لها بينما المؤسسة من أهم المؤسسات في الدولة بل في العالم لأنها تركز على التدريب التقني والمهني فمن الأشياء المتعارف عليها في العالم أن الناس العاملين انقسمون إلى قسمين اليقات الزرقاء وليقات البيضاء اليقات البيضاء الذين يعملون في المكاتب الإداريين وغيرهم وليقات الزرقاء هم الفنيين والحرفيين والمهنيين ومن الثقافة السائدة في العالم أن الذي يعمل في تلك المهنة يرتدي بالط وأزرق كزي رسمي فوجدت أن يجب أن نؤصل في المؤسسة ثقافة الافتخار بالانتماء إلى المؤسسة والافتخار بالعمل المهني والحرفي عندما التقينا بالدكتور غازي القصيبي رحمه الله في أول يوم أو يومين من تعييني وزير العمل ورئيس لمجلس إدارة المؤسسة العاملة تدريب التقني المهني لاحظ أنني مرتدي ذلك الزي لم أحضر به بالمشلح أو البشت الزي المتعارف عليه لكبار المسؤولين وإنما حضرت بثوبي وبهذا الرداء الذي أفتخر به والذي حاولت أن يكون هو الزي الرسمي لمسؤولين المؤسسة ومنسوبها فعندما نظر إلي مع مسؤولين الذين كنا معهم كنا أربعة من الكبار المسؤولين في المؤسسة والتقين به في وزارة المياه كان مقره في وزير المياه قبل أن يطبح وزير العمل نظر إلي وسألني ما قصة هذا الزي فشرحت له في دقيقة أو دقيقتين الهدف منه أنه الافتخار بالانتماء للمؤسسة والافتخار بالعمل المهني رحمه الله أصر كان ناوي يزورنا بعد ثلاثة أيام أن لا يزورنا إلا وقد فصلنا له هذا الزي ومنها انتشر لبس هذا الزي الرسمي كزي رسمي للمؤسسة بدل المشرح عند كبار المسؤولين لتأكيد الافتخار بالعمل المهني والحرفي لأنه للأسف الشديد كثير من الناس في بيئتنا في مجتمعنا يأنف من الأعمال المهنية والحرفية بينما هي مهن الأنبياء عليهم السلام فكثير من الناس يفضل أن يبقى ابن عاطل أو يبقى عاطل على أن يعمل في عمل حرفي أو مهني وهذه ثقافة يجب أن تتغير في هذا المجتمع